موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم معكم محمد علي وحلقة جديدة وعالم أسرع التقنية طبعا انا عملت بمبارح فيديو عن موقع الشكوى الحكومية بحيث اللي حابب انه يشتكي من داخل جميلات مصر العربية اونلاين على المواقع النصب طبعا في ناس كتير ربطت للأسف انا ما عرفش ان كان في مشكلة مع موقعك فالناس افتكرت ان انا عمل الفيديو عشان موقع ده انا مش منزل الفيديو ده عشان موقع محدد او اقول لكم اروحوا على فلان او علان انا مش يعني مش هي دي الفكرة الفكرة ان لو حضرتك لك فلوس بقى لك كتير جدا مش عايف توصلها والحالة خلاص وصلت معك للاخر ومش شايف ان في حال غير انك انت تبلغ يبقى تستخدم الموقع ده للبلغ طيب فيه ناس بيقولك اللي هيبلغ مش هاخد حق ولا هيبلغ مش فلان اه تبلغ عنه او ما تمسكش فلان اتبلغ عنه ما تعملش والله هذا جزء الحكومة عملاه للناس عشان خاطر تقدر توصل لحقوقها فانت مش عايف توصل لحقوقك بالطريقة العادية فخلاص توصل عن طريق الطرق القانونية هل الطرق القانونية بقى هتجيب لك فلوسك او مش هتجيب لك فلوسك 90% هتجيب لك فلوسك بمعنى لو عشرة راحوا عملوا بلاغات في مباحث الانترنت وهتتحول لقضية بيجيبوا صاحب الموقع انت فلان وفلان 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 عشر اشخاص دول بلاغوا عنك انه كدت تواخد منهم مثلا سي ستين الف دولار تلاتين الف دولار والناس دي عايزة فلوسها هيدفع هم كنت يعملوا صلح على المخاضر وكان الله يسر عليهم وخلص الموضع كان مدفع شي هتتحول لقضية طيب جبنا محامي وان اللي عايز يتواصل مع نفسي حسام ممكن يتواصل معه وهو يعملوا توكيل عشان الراجل يبقى ماسك الموضوع فانا مش يعني الفكرة لا الناس عايزة تبلغ ولا الناس عايزة تاخد حقوقها وبتشتكي انت حضرتك ربنا ما تديك سكتين طريقة قانونية وطريقة انك تصبر لا انت قادر على الصبر ولا انت قادر تبلغ طب تعمل ايه تروح تولع في نفسك هل هاش حل تاني يعني خلاص اتساعد ربنا في الفلوس اقول حظبي الله واناعمل وكيله وخلاص ولاي حديما وما تعملش وجاء يعني ايه خلاص ما تفضلش بقى تقول فلوسي وانا اتنصب علي وما الى ذلك النهاردة عشان في ناس بتقول احنا دخلنا على الموقع ومش عارفين نعمل ايه بتفتح اول مسجل وتبنى بياناتك ولازم بياناتك تبقى دقيقة البطاقة الاس ما ينفعش انك انت تعمل حاجة وهمية بعد كده هتخش على موضوع الشكوى وتكتب مثلا ايه بلاغ لان خلي بالك كده بقى ايه مصدر الشكوى المحافظة المنزل الوزارة مقر العمل مقهى انترنت لو انت حضرتك في البيت بتبعت من البيت هتكتب المنزل مقهى انترنت لو انت قعد في الانترنت طيب بعد كده بتكتب العنوان بتاعك بالتفصيل نوع الشكوى فردية فردي يعني ايه فردية يعني واحد متضرر وكبال ممكن تبعت جماعية لو انت مثلا عشر افراد ملمون مع بعض ممكن انه كنت تبع منوها جماعية طيب ده بالنسبة للتصنيف نيجي بقى القطعة يعني ده احنا ماشيين معك وهو القطعة عندك انتقالات وموانة ومشارفية هتخش على خدمات الامن طب بعد كده ايه في خدمات الامن بص باشا عندك احوال مدنية امن دولة امن عام التماسات انت اللي يهمك في الكلام ده كله حاجتين طلب تحقيق فيه جرائم لان طبعا انت بتبلغ عن نصاب جريمة الاكترونية فهتختار طلب تحقيق فيه جرائم وممكن تعمل شكوى تاني بامن الدولة ليه زي ما قلنا انك انت مواقع اللي بتبقى شغالة بغير قانونية ممكن تكون فيه باحتمال كبير انها شغالة مبين اه غسيل اموال ومبين تمويل ارهاب فدي من ضمن امن الدولة بس لكن امن الدولة ما بيدكش النتيجة عن اي شكوى بتكتب على امن الدولة بتروح لهم وبيحققوا فيها لكن مش بيرد عليك قولك هو عمل ايه غير بقية الحاجات تمام طلبات تحقيق فيه جرائم يبقى تاني عندك امن عام امن دولة ممكن تبعت شكوى امن دولة ممكن تبعت شكوى امن عام ده اضرار بمصالح الوطن والاقتصاد ومش عارف ايه ممكن تبعت طلب تحقيق فيه جرائم جرائم الوطنية جرائم ايه كان بقى الوطنية ومش الوطنية المهم انها بتتحط تحت جرائم هتجي هنا موضوع الشكوى هتكتب مثلا ايه جرائم جريمة نصب الوطنية وتبتري ده العنوان موضوع الشكوى جريمة نصب الوطنية وتكتب اسم الموقع اللي حضرتك عايزي بالغير انه هتكتب وصفه مختصر للشكوى انا فلاني فلاني قد قمت باستثمار مثلا الف دولار الفين دولار في موقع كذا 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 الذي قام بوعدنا بالنوع سوف يعطي ارباح مستمرة وقد اتضح فيما بعد ان الموقع لم يقم بتزديد الاموال وقام بالنصب علينا كلمتين المختصر المفيد اللي هو ايه تبتقول لهم انا فلاني فلاني اشتركت في الموقع الفلاني ومع الوقت ومع وضع الاستثمار لم يقم بالالتزام بناحيته او بواجبه في تزديد الاموال وبناء عليه هو يعني انت بتتهمه بالنصب ده اللي هو السكة السلكة ده اللي هو في كلمتين عايز بقى تحبيش من عندك ويوجد خطورة ويعني ايه دي تكتبها بقى في حتة تانية امن الدولة بتاع بس دي المفروض انت دي ده امن الدولة انت ملكش دعوة لو تقبض عليه امن الدولة لحضرتك مش هتاخد ولا ملين انك كده بتش بتتهمه بالنصب بتتهمه بحاجات تانية بس شكوى عمالة متضررة طبعا انت مش عمالة متضررة وهتجي شوص فايل هتعمل سكينشوت للإداءة بتاعك على الموقع او سكينشوت من داخل البورد بتاعك الفلوس اللي ديك عند الموقع والموقع وتكتب برضو هنا اسم الموقع اللي نصب عليك كده يبقى انت حضرتك عملت شكوى على النصب لو تعمل عشرة تبقى تكتبوها يعني هو عشرة هيبعت فاة واحدة تكتبوها شكوى جماعية ان اكتر من واحد تم النصب عليه وتقوموا رافعينها ده بالنسبة للبلاغ عن طريق شكوى ده بالنسبة للبلاغ عن طريق موقع شكوى بعد كده بعد ما تخلص البيانات كلها بتكتبو بالطريقة اللي نترك عليها انت بتختار خدمات امن وبتختار بعد كده طلب تحقيق في جرائم وبتبعد السلال شكوى جديدة بتلاقي نزلة عندك وبعد 15 يوم بقولك تم التنفيذ او تم ايه يعني تم التحقيق في الموضوع او حالته للجهة المختصة دي من ناحية التبليغ عن طريق الجرام الالكتروني وبعدا بقى يعني بلاغات الكلام ده كله عندك ايه مشكلة بقى في الكهرباء عندك مشكلة في الانشاءات عندك مشكلة في اي حاجة تقدر تبلغ بس مش هتبقى بلاغات بقى تحقيق في غرام هتبقى بقى شكوى يعني عندك مشكلة ان الغاز مثلا ايه ما وصل لكش عدم تركيب الكهرباء مش عارفين الكلام ده كله ممكن عن طريق الموضوع ده تبلغ عنه ثاني الموضوع بسيط هتكتب اسم الشكوى جريمة نصب الالكترونية هتكتب هناك في المختصر المفيد انك انت فلان فلاني طب النصب عليك عن طريق موقع فلان فلاني واللينك بتاعه وانك انت صاحب الموقع لم يلتزم بالشروط لا تجيب بقى سير البتكوين ولا تجيب سير توعملات رقمية ولا ينفى انك انت تاخد سكينشوت لو انت باعت ده الكلام ده المصريين ولا ينفى انك تحط سكينشوت لو انت باعت للموقع في دولس بعملات رقمية او مشفرة طول ما انت باير او برفكت ماني انت كده اسمك محفظة الالكترونية تقدر تبلغ عادي اي حاجة وسلم بلغ في دفون كاش انت كده ايه يعني قمة العسل لو في دفون كاش انت في السليم ازاي بقولك احلى حاجة يعني يبقى دي طريقة البلاغ وبعد كده الحكومة بتاخد الاجرات بتاعته تاني اللي بيبلغ بيبقى فيه قضايا واللي بيبقى فيه قضايا صاحب الموقع يدفع الفلوس اما القضايا بتتحرك ده غير طبعا موضوع القضايا انها هتتفتح عليه بقى اموال عامة وغسيل اموال وما الى ذلك انا بحط الحاجات دي عشان خاطر الناس تعرف تاخد حقوقها انا لا بقول على موقع معين ولا بقول بلاغه عن فلان ولا كل واحد متضرر هو قدر بظروفه وخلي دايما في فكرك ان البلاغ يبقى المرحلة النهائية من فشل التفاوض يعني قانونا اجل القانون لما خلاص يبقى مفيش خلاص يعني انت تقفلت معك وشاف ان فلوسك مش هترجى يبقى ساعتك تجيب حقك عن طريق القانون اتمنى ان يكون الموضوع حدنا قلناه هتكتب سطرين انك انت تنصب عنك من الوقع الفلاني وانك انت دي جريمة الالكترونية وما الى ذلك وهتخط البيانات بتاعتك والعنوان وكل بياناتك سكينشوت بالايداع وسكينشوت من جوا الموقع وتبعت وكده يبقى حضرتك سجلت شكوى او بلاغ عن طريق وحدة الشكاوي هتختار خدمات الامن وهتختار تانى ان ده طلب تحقيق فيه جرائم امن الدولة امن العام ده لو حاجة بتهدد الامن الدولة امن العام زي لو انت متأكد ان الموقع بيعمل غسيل اموال او في حد مشبوه ورا الموقع ده بيبقى ليه بلاغ تبع الامن العام او امن الدولة كده خلصنا من موضوع البقوابة الالكترونية شرحناه بالكامل بعد كده حضرتك عايز روح تبلغ تعمل بلاغ 10 افراد ويكون معكم محامي المحامي هيروح ويقدم لكم البلاغ والبلاغ بيبقى في الانترنت مباحث الانترنت في واحدة العباس هي هتقول لي اصلا هو مش هتجاب اصلا هو برا مصر اصلا هو برا الكوكب المريخ ده مش شغل لحضرتك ده شغل مباحث الانترنت هي اللي بتحدد البيانات بتاعته هتجيبه ده مش شغل لحضرتك ده شغل مباحث الانترنت هي اللي بتعرف تجيب مين اللي ورا الموقع وانا عليها هتتحكم او هيبتدي يشوفه القصة بتاعته ايه وازاي هو نصب على الناس طيب يبقى احنا عرفنا طريقة البلاغ على الشكوى طريقة البلاغ لازم تروح مباحث الانترنت لو انت ده وانت بلغ طيب يا استاذ احمن انا رحت بلغت وانا واحد الواحدي والله اعمل سكينشوت وربط اللي اعمل سكينشوت انت بلغت او هاتت صورت رقم المحضر تنزل انت فلانين فلانين بلغت عشان خاطر لو حد عايز ينضم لك يبتدي يروح تاني مفيش اي مسئولية قانونية اللي بيبلغ الا لو حضرتك استعملت العملات الرقمية في الدفع ما تهوبش ناحية البلاغات انك انت كده اصلا مخالف للقوانين المصرية اي حاجة تاني غير كده حضرتك بلغها دي وما تقولش ان الموقع بيشتغل في الكريبتو ولا بيشتغل في فروكسلا في اي حاجة اقول لهم ده موقع استثمارة وقالوا انهم هياخدوا مننا فلوس ونرجعنا ارباح لا اخدوا فلوس ولا اخدوا فلوس ونرجعنا ارباح بس افتكر كده الامر كلها واضحة افيش اي مشاكل واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته